بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته وصلنا في الحلقة الماضية وتكلمنا عن العقبة الثانية من المنزل الأول العقبة الثانية هي العديل عند الموت وقلنا على أن العديل عند الموت أن الإنسان يعدل عن الحق إلى الباطل في آخر لحظة من حياته ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت العديلة عند الموت بحيث أن إبليس يأتي الشيطان يحضر في آخر لحظة من حياة الإنسان آخر رمق من حياته يحضر عند مولانا هو وجنوده وأولاده والأبالسة مولانا يجون فيسرقوا منه دينه يأخذون منه يقينه يأخذوا منه يقينه يأخذوا منه دينه وثباته والقطع الذي تربى عليه واضح مولانا يأخذون منه ويعدل من الحق إلى الباطل ويصير سبب فيه أنه يصل إلى سوء الخاتمة سوء العاقبة والعياذ بالله زيان ولهذا أكو أعمال مولانا أكو أعمال تهون على الإنسان أو تنجي الإنسان من العديلة عند الموت كما قال فخر المحققين أنه يستحضر الأصول الدين الخمسة يستحضرها في باله في ذهنه عند الممات يجنب باله مولانا يستحضرها في دينه يستحضر الإيمان بالأدلة والبراهين مولانا والإخلاص ويذكر الله جل وعلا ويقرأ هذا الدعاء دائما يقرأ هذا الدعاء زياني يقول اللهم يا أرحم الراحمين أني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي دائما نقرأ هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان حسن العاقبة مولانا الكريم هذه من الأدعية التي مفيدة أن إبليس يطرد يطرد من الإنسان المحتضر بعد ما يحضر ولا يأذي ولا يألمه ولا يحرف عن دينه لأن إبليس ما يتركه أنا قلت لك يعني إبليس في بعض الأماكن يحضر مثلا في الصلاة يحضر إذا الإنسان صلى يحضر واضح مولانا إذا عند الموت أيضا يحضر وللأسف أكو الآن الناس يعني يخلون إبليس يحضر في بعض الأماكن التي لابد أن يطرد فيها لكن يحضر فيها إبليس يعني عادة يهرب من المقابر لأن الناس تذكروا الله عند المقبر لكن بالعكس الآن صارت دجل وصار السرقة وصار الفساد مولانا حتى بالمقابر انجر إلى المقابر فساد إلى المقابر انجر مولانا واضح حبيبي فنحضر من هذه الواقعة زين بعد دعاء عن الإمام الصادق عليه السلام مؤثر في النجاة من العديلة عند الموت الإنسان ينجو من العديلة عند الموت وهو يروي الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن محمد بن سليمان أنه قال للإمام الصادق عليه السلام أن شيعتكم يقولون أن الإيمان قسمان أحدهما مستقر وثابت والآخر مستودع ويزول يسأل الإمام الصادق يقول الإيمان نوعين عدنا إيمان مستقر وثابت أو عدنا إيمان مستودع ويزول أو كبعض الناس عنده إيمان وإيمان مستودع مستقر وثابت ويبقى ثابت حتى بعد الممات أو أكو واحد إيمان لا بالأمانة دين ما أخذ مولانا زين مستودع وديعة وبالفعل يعني أكو ناس ترى عدم دين دين بالأمانة أنا سميه دينه الأمانة ووضع مولانا ما أخذ الدين دين بس يعني فترة من الزمان يصلي فترة من الزمان عنده دين وعنده كذا ونبيرجع أو خلاص راح بعد دين وراح ووضع مولانا مستودع ويزول يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله علمني دعاء إذا قرأته كم لإيماني واستقر علمني دعاء إيماني يصير كامل ويستقر إيماني فقال الإمام عليه السلام قل بعد كل فريضة من بعد كرسلة أقرأ هذا الدعاء هذا الدعاء كل شيء مهم هذا يفيد عن العديلة عن الموت شنو رضيت بالله رباه أكو بعض الإخوة دائما يقول له هذا الدعاء بعد الصلاة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي نعم والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلى الله عليه عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قديرا وإذا مولانا يقرأ هذا الدعاء بعد كل صلاة نعم علي بن الحسين علي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلى الله عليه وسلام وعليهم أجمعين هذه من الأمور التي تفيد تفيد العديلة عن الموت مولانا العزيز زين بعد مولاي من الأمور النافعة لهذه العقبة المواضبة على أوقات الصلاة الواجبة الإنسان يستمر بأوقات الصلاة الواجبة يصلي الصلاة بوقتها لا تفوت وقت الصلاة إذا أذن الأذان مولانا يأخذ خمس دقائق من وقته عشر دقائق من وقته يصلي مولانا أو يرجع وللأسف الشديد أكو قاعدة صايرة بين الناس وهاي القاعدة خطأ وأنا رأي حتيها الآن لأول مرة أقولها وهاي القاعدة خطأ بالأخصة للدوائر أكو في بعض الدول بعض الدول عدهم بالدوائر صلاة جماعة أو صلاة إذا أذن الأذان هذا الموظف يطلع يصلي صلاة ما تطول عشر دقائق فيجي إلى واحد يقل له لا تعليق ذحاشتي قضاء حوائج الناس أو جب من الصلاة منه اللي قاله منه اللي قاله وقت الصلاة هاي الناس اللي حاجة عندهم وقت الصلاة هو يكون يصلي المفروض هو يصلي ويمنع نفسه من الصلاة ويمنع الموظف من الصلاة ولا يصلي إلا عند آه أو آخر العصر والبعض يقل لي الشيخ نسير صلاتي قضاء زين الصلاة أوجب إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها كل الواجبات تسقط عند عدم القدرة زين وعند الضرورة إلا الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال فالإنسان لابد أن يؤدي الصلاة بوقتها على قدر إمكانه الصلاة بوقتها تنجي الإنسان من العديلة عند الموت تنجي يقول ملك الموت أنه ليس في شرقها ولا غربها أهل بيت أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات وذكرت الروايات قبل كم حلقة ولأني أعلم بصغيرهم ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم يعرف من الصغير والكبير في أوقات الصلاة يدخل مولانا العديلة عند الموت الصلاة في وقتها تنجي الإنسان من العديلة عند الموت بعد مولاي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن الصلاة الواجبة يقول إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواضب عليها من الناس اللي يواضب على الصلاة في وقتها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحى عنه ملك الموت إبليس ملك الموت إنحي من إنحي إبليس يعني ينجيه من العديلة عند الموت إذا كانت صلاته وفي وقتها إخواني أخواتي ديروا بالكم على الصلاة في وقتها مو يطبق صلاة الصبح مع صلاة الظهر والعاصر مولانا يصل الصلاة بوقتها الصلاة بوقتها مولانا ترفق الإنسان ملك الموت يرفق بك في سكرة الموت في قبض الروح ونزع الروح وكذلك يقول رسول الله نحى عنه ملك الموت ينحي عنه ينحي إبليس عنه واضح مولانا زين هذا عمل هذا الظهر عمل من الأعمال الرابع والخامس والسادس من الأعمال التي تنجي الإنسان من العديلة عند الموت عدم بذل نعم الله في معاصيه عند نعمة هاتخوش عشي هذا هنا يفيدنا مولانا هاي الناس بهم ممتحنين بهذا العمل مولانا عند خير عند نعمة عند نعمة أموال يصرف أمواله في معصية الله جل وعلا يصرف أمواله بالحرام يصرف أمواله في شرب الخامر مولانا يصرف أمواله في القمار يصرف أمواله في ما لا يرضي الله جل وعلا أو لا عند أولاد أولادهم خليهم مولانا كله للخلاف للهدات للعركات للفصول مولانا زين يومية هاد على ناس يومية متعرك ويا ناس يومية عند خلاف مع ناس لأن عند أولاد زين أو لا عند جاه مقام يستخدم هذه النعمة نعمة الجاه والمقام يستخدمها في معصية الله يسرق أموال اليتامة ما يرعي حقوق الناس مولانا ما يرعي حقوق الفقراء والضعفاء لا ما يرعيهم زين الله ينطي نعمة كذا أي نعمة اللي كانت يصرف هذه النعمة في معصية الله الإنسان إذا بذل نعم الله إذا بذل نعم الله مولانا العزيز فيما يرضي الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى ينجيه من العديلة عند الموت بعد وعدم الاغترار بحلم الله لا يقول الله كريم الله يسامح الله ما يكتبها علي الله يغفر لنا إن شاء الله ياخذ غيبة ياخذ غيبة ياخذ غيبة ليش ما يتاخذ غيبة يقول الله أرحم الراحمين عجيب الله أرحم الراحمين اللهم شديده العقاب كان نسيتنا الثانية الله تعديده العقاب ما تخاف أن الله أنت يأخذ غيبة يشرق الناس يبوق مولانا يضبح يقتل ويقول اللهم اغفر لنا يغتر بحلم الله لا إن ربك لبل لبل مرصاد بعد وإكرام كل من يذكر أهل البيت أو ينتح المودتهم يكرم كل من يذكر أهل البيت يكرمهم مولانا هاي تنجي الإنسان من العديلة عند الموت كما كتب الإمام الصادق إلى بعض الناس إن أردت أن يختم بخير عملك أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظم لله حقه في أن لا تبذله نعمائه في معاصيه وأن لا تغتر بحلمه عنك وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا ثم ليس عليك صادقاً كان أو كاذماً إنما لك نيتك وعليه كذبه تم عليك بعد هذا رجار صادق أو كاذم هذا ينفع في مولانا النجاة من العديلة عند الموت خل أذكر لك أنا قصة في بني إسرائيل كان عابد اسمه إذا ما تخلني الذاكرة اسمه برصيصة عابد يعبد الله لسنوات عديدة برصيصة عابد يعبد الله سنوات عديدة حتى أن الله أكرمه بكرامة هذه كرامة بمجرد أن يدعو لأحد بالشفاء الله يشافيه الناس يجيبون مرضاهم مولانا يخلون عنده يدعو الله اللهم شافي هذا المريض هذه المريضة هذا الطفل هذا الشاب الله يمن عليه بالشفاء إكراماً لهذا الرجل العابد مرت أيام وإذا أجوا أخوة ثلاث أربع أخوة جايبين أختهم أختهم مريضة لكن جميلة مريضة يغمى عليها بها مرض الصرع والإغماء لكن جميلة آية من آيات الله جابوها إلى العابد بالليل قالوا له أيها العابد هاي أختنا مريضة أدعو لها قالهم الآن ما أقدر عند الفجر أدعو لها أنا عندي أعمال قالوا له المسافة بعيدة ما بنا نرجع أختنا المسافة بعيدة نحملها لأنها مريضة يغمى عليها تغش زين قالهم ضعوها في جانب من البيت أو من الخيمة على رواية في مكان خلوه أنا عند الفجر أدعو لها وأنتم صباحاً تعالوا أخذوا أختكم خلوها هو بدأ بالصلاة تركوها عند العابد وراحوا بدأ بالصلاة الصلاة صلاة قديمة مو عبارة عن صلاة سأل الله أكبر سورة الحمد وكذا أخوه ما عدم سورة الحمد مولانا ما عدم الأمور هذا الصلاة كان عبارة عن دعاء ظل يدعو سبحان الله أبليس وين يجي تو ذكرت إليك أبليس يشتد عند الصلاة يقول وإذا التفتت عينه علي من؟ على الابنية على البنت المريضة هي مغمن عليها رايحة ماكوشي زيان ظل مولانا يدعو الله يصلي وعين وين؟ عين على الحرام يصلي وعين على البنت وإذا وسوس 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 إليه الشيطان إلى أن أغراه الشيطان أن يقترب إلى البنت وإذا هذا العابد عبد الله أربعين سنة أو سبعين سنة ترك العبادة ترك الصلاة وسوس إليه الشيطان يقول قوو مولانا شوف حسن العاقبة وسوء العاقبة الله أكبر السعادة والشقاء بعضهم من يختم عمره بالسعادة وبعضهم من يختم عمره بمن بالشقاء مثل هذا زلمتنا مولانا وإذا هذا عبادة طويلة شاف البنت أغراه إبليس وإذا نزل إلى البنت وعمل معها وتقرب إليها وفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته زي مولانا زي يا مصيبة عظيمة حبطت جميع أعماله كل أعمالها راحت ماذا حصل مولاي ماذا صنع قتل البنت الذنب الأول زنة الذنب الثاني قتل البنت سحبها سحبها مولاي حفر حفرة ودفنها في تلك الحفرة خلها بالحفرة ودفنها دفنها بالحفرة وغطاها غطاها في مقربة من الخيمة من ذلك البيت الذي يسكن فيه صار الصبح جو الخوان بويا وين أختنا؟ قال أختكم أنا دعوت لها أخذ الشفاء هذا ببترسة وطلعت ما انتظرتكم بعد ما أدري ضاعت تاهت أكلتها الذئاب أكلتها الوحوش الله العالم أختكم صارت زينة وطلعت راحت زين لما خرجوا هنا الرواية تقول هكذا تمثل لهم إبليس إلى أين؟ قديما إبليس كان يتمثل إخواني قديما قبل النبي إبليس كان يتمثل إحنا يقللون الأمة المرحومة أكو بعض الموارد في الأمة المرحومة ارتفعت منها مثلا المسخ المسخ بشر يتبدل إلى غير بشر بزمان قبل رسول الله كان موجود عندنا ناس مسيخوا زين أكو ناس مسيخوا مثلا أصحاب السبت مسيخوا عندنا بعض الناس مسيخوا أكو مسخ لكن بعد رسول الله الله بدعاء رسول الله رفع المسخ عن أمة الإسلام فإذا اليوم مباشر وأكو أيام يطلع لك واحد أن فلانا مسيخة لا قرد فلانا صارت خنزير فلانا صارت كلب أجلكم الله أو فلان أو كذا لا هذا ما لحقق مولانا بعد الإسلام ماكو مسخ بعد هاي إحنا نقول لنا الأمة المرحومة مسخ ماكو زين وبعد الله بعض الأشياء رفعها من جملتها أن إبليس لا يتمثل بعد قديما كان يتمثل تمثل لفرعون تمثل لهؤلاء بس الآن في أمة الإسلام لا بعد إبليس ما يتمثل أجاهم إبليس وين رايحين قالوا والله أختنا أخذت الشفاء وطلعت على قول العابد قالوا لا العابد قتل أختكم زنا بها وقتلها ودفنها في فلان مكان راحوا نفشوا القبر وإذا طلعت أختهم طلعوا الأخت مولانا أخذوا العابد راحوا إلى المحاكم حكموا عليه بالشنق قتل إعدام خلوا الحبل ضاء كل دينة بعد خلوا الحبل المشنقة خلوا مولانا في عنقه علقوه شالوه من شالوه مولانا اختنق بقى قعد يموت اختنق أخذ بالاحتضار ضل يرفس مولانا يلوي يروح يلوج منها 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 وإذا إجالة إبليس تمثل له بالجو تمثل له بالجو ضل مولانا ينظر إليه قال له ماذا هاك أراك متألم ما تريد يريد النجاة إذا أردت النجاة فتعطع برأسك إلي أسجد إلي إذا تريد النجاة أسجد إلي وإذا في آخر لحظة من حياته إبليس ما تركه آخر لحظة من حياته إبليس ما تركه العديل عند الموت وإذا هذا تعطع برأسه إلى إبليس سجد إلى إبليس سجد إلى الشيطان وباع الرحمن إلى الشيطان وعدل عن الحق إلى الباطل في آخر لحظة سجد لإبليس ومات كافرا مات كافرا حبطت جميع أعماله ماذا حصل مولاي ما حصل شيء اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت إذن أكو أسباب تنجي الإنسان من العديلة عند الموت اللي ذكرنا ستة من عدها السابع مولانا دعاء معروف في الصحيفة السجادية دعاء الحادي عشر من الصحيفة سأحفظها دعاء الحادي عشر من الصحيفة السجادية يا من ذكره شرف للذاكرين يا من اسمه إلى آخر هذا الدعاء تقرأ مولانا في كل يوم قراءة دعاء كذلك مولانا في كتاب الكافي وكتاب الباقيات الصالحات وكذلك عندنا الإتيان بالصلاة في يوم الأحد نعم في يوم الأحد من ذي القعدة وكذلك المواضبة على هذه الآية الكريمة المواضبة هذا يؤثر في النجاة من العديلة عند الموت البقية إن شاء الله تبقى إلى المحاضرة الآتية بحول الله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى